أرى كثيرا من الناس الذين يظهر أنهم ملتزمين ليس فقط للفرائض بل وللنوافل والأمور المستحبة كذكر بعد الصلاة مثلا والتسبيع والتحميد والتكبير ونحو ذلك فأرى بعضهم حينما يريد أن يعمل بقول عليه السلام من سبح الله دمر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال تماما مئة لا إله إلا الله أهله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل جبت البحر هذا حديث صحيح ورواه الإمام المسلم صحيح حينما يريدون العمل بهذا الحديث ترى بعضهم لا يكاد يبين بلسانه عن تسبيح الله وتحميدي وتكبيره فماذا تسمع؟ رأيتم كما رأيت أنا أظن لست وحدي يعني في هذه الدعوة هذا ليس تسبيحا وليس تحميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بلحظات بسواني انتهى من المئة هذه المئة من جاء بها ما أجرها غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل جبت البحر ولو كان الإتيان بها بهذه البسبسة حاش لله إنما يجب أن يتأنى فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله إلى آخره